السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله عوامل طبيعية وعوامل مرتبطة بحركية الارض ومرتبطة بحركية الكون ولكن من يحرق الارض والكون يحرقهم الخالق المبدع سبحانه وتعالى فالامر منه وإليه نحن علمنا ديننا أن نصبر ونرضى لنفوز بتواب الصابرين نفوز بتواب الصابرين كل من أصيب بخسارة وكل من أصاب بضر عليه أن يصبر ولا شك أن المغاربة كلهم يشعرون بالضر سواء من فقدوا أهليهم سواء من نجوا ولكن الكل يشعر أننا مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تذاع له سائر الجسد بالسهر والحمى نحن المغاربة من شمال المغرب إلى جنوبه ومن شرقه إلى غربه كلنا جميعا صابرون محتسبون ونحيي البلاد العربية والإسلامية وباقي البلاد في مختلف دول العالم على رسائل الموساة التي قدموها لملك المغرب ولشعب المغرب بلدان عربية شقيقة بيننا وبينها أصاء أواصر المحبة والمودة والإيمان واليقين والإسلام وملدا أخرى بيننا وبينها حقوق الإنسانية وحقوق الجوار جميعهم توصلنا بهم برسائل العزاء فلهم جزيل الشكر وبارك الله تعالى في صانعهم وأحسن الله إليهم هكذا تكون الشعوب في مثل هذه الملمات فنحن صابرين على ما أصابنا ومن أنجاه الله تعالى فليحمد الله سبحانه وتعالى علينا أيها الأحب الكرام كما علمنا النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم إزاء هذه النوازل وهذه النكبات أن نحسن التوكل على الله نحسن التوكل على الله ولا نصاب بالهلع والخوف بل نصاب بالاستسلام والخضوع لأمر الله عز وجل لأن كل ما يقع هو بتقديره سبحانه ولا مفر منه لا مفر منه فالإنسان يخضع لمولاه هكذا تعلمنا في كتاب الله العزيز قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون ويقول ربنا عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله هذا ليس أمرا طبيعي ليس غضب الطبيعة كما يصوره البعض ليس هو حركة تكتونية وصفائح أرضية وحرارة مرتفعة وقع وقع نعم كل هذا بالتحليل العلمي لكن من يحرك الطبيعة من يحرك الكون هو خالق الكون لهذا نحن نرد كل شيء لله جل على وهو القائل في كتابه العزيز ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه ومن يؤمن بالله يهدي قلبه يعني الرؤية الاستباقية ما الذي سوف يقع في المغرب الذي سوف يقع بإذن الله تعالى والله علم الغيوب أن هذه الفاجعة ستزيدنا إيمانا ستزيدنا يقينا ستزيدنا ارتقاءا هذا لا شك ولا ريب وهذا ما رأيناه رأينا فيه بالأمس المساجد ممتلئة الأطفال الصغار الرجال النساء الكل يزداد إيمان ويقين لأن ربنا عز وجل حينما يريد أن يرفع منسوب الإيمان عند عبد من عباده يبادره بالابتلاء ويغلق عليه الأبواب ليشهد عظمة الله وليشهد جلال الله ومن تم يزداد إيمانه وهذا إن شاء الله أول فوز سوف نفوزه وهو رأس المال الحقيقي في الحياة أن تزداد إيمانا ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه هناك إن شاء الله تعالى هداية إضافية قوية جليلة ستزداد لأهل المغرب ولماذا نقول دوما بأن أرض المغرب هي أرض الأولياء نقول عن أرض المشرق أرض الأنبياء وأرض المغرب أرض الأولياء لماذا كان ينبت فيها الأولياء لأن تاريخ المغرب يشهد أنه كانت تمر عليه نكبات وأوبئة ونوازل وزلازل وفيضانات ومجاعات وحروب فهذه الأزمات بها ربنا عز وجل يصطفي عباده من مات يكون شهيدا عند الرحمن ويدخل الجنة بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب وربما قد يشفع لسبعين من أهل بيته استوجبوا النار أما من بقي على قيد الحياة فيزداد إيمانا ويقينا لهذا كثر الأولياء في أرض المغرب حينما يتقبلون أمر الله ويزدادون إيمانا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه نحن نؤمن أيها الأحباب الكرام بأن الأمور كلها بيد الله كل الأمور هي طوع تدبيره وتسخيره فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا عاصم إلا الله لا عاصم إلا الله لا مفر إلا لله لا ينبغي الإنسان أن يفر من قدر الله ربنا عز وجل يقول قل من دا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة كل هذا بأمر الله تعالى فنحن نزداد إيمانا هذه الواقعة رغم ما فيها من خصائر في الأرواح وفي الممتلكات رغم كل هذا ازدادنا إيمانا بقوة الله ويقينا بعظمة الله وبهذا يعرف الله قل من دا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم هذا هو أمر الله نخضع لأمر الله تعالى أي نعم نقوم بالتدابير الوقائية ونحيي المسؤولين في هذا البلد الأمين بدءا من أمير المؤمنين صاحب الجلالة وبدءا من من الحكومة ومن الأطر الأمنية والوقاية المدنية والأطر الصحية والأطر المرتبطة بالسلطة المحلية وبالإنقاذ كل الأطر بدون استثناء كلهم عبروا عن صدق إيمانهم وصدق وطنيتهم ومنسوب الإنساني القوي في قلوبهم رأينا تدخلات في التو على التو التدخلات قوية رغم صعوبة الأمر رأينا الحمد لله تجنيد مجندين الكل مجند للعمل من أجل الإنقاذ الكل وهذا الحمد لله يقول المغاربة بأن في الحزة كي يبال الإنسان فعلا بنوا المغاربة بقوة إيمانهم وبنوا الحمد لله برغبتهم في الإنقاذ وفي الإصلاح وفي تقديم المساعدة هذا الصباح في الدار البيضاء ذهبت كبقية الناس لكي أتبرع بالدم ما وجدت مكاني بقيت مدة طويلة أنتظر 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 صفوف متراصة حتى على أن ترقن سيارتك لم أجد مكان أرقن فيه السيارة في الباركين ما كانش لأن الباركين كل معامر يوم الحد كتكون عادة المنطقة ثارغة للغاية لكن ممتلئة وهناك رجال الأمن ورجال القوات المساعدة ينظمون الناس هذا المشهد في حد ذاته هو عرس رغم أنها نكبة ولكن عرس والله شعرت بالفرح والسرور رغم رأيت الناس أشكال وألوان مختلف الأطياف كلهم يوحدهم الرحمة وتوحدهم الإنسانية وتوحدهم الحب حب فعل الخير الكل هب لكي يقدم جرعة دم من جسده ينقذ به إنسان لعله ينقذ فهذه رحمة كبيرة نحن نحيي كذلك التدبير التي قامت بها السلطات المحلية من خلال تقديم المساعدة رأينا شاحنات كثيرة تحمل الأفرشة ورأينا شاحنات تحمل الألبسة ورأينا شاحنات تحمل المواد الغدائية وشاحنات تحمل الأدوية ورأينا الحمد لله أناس في الجمعيات دائما كنا ننتقد الجمعيات لكن ها هي دي الجمعيات بيّنت أيضا عن حسن قصدها ورأينا عدد كبير من الجمعيات بصدق ويقين يقدمون العون والمساعدة بكل تجريد رأينا الحمد لله بعض المسؤولين يقيمون ملاعب القرب ملاعب القرب تجهز لاستقبال الناس خوفا من هزة أخرى إن شاء الله ما في هزة بإذن الله ما في هزة بأمر الله وجود الله ورحمة الله مكن غير الرحمة يعني الآن بعد هذه النكبة الذي سوف يكون إن شاء الله بعدها ستكون العطاءات هذه قاعدة إلهية بعد الشدة يأتي الفرج وبعد الفرج يأتي الإكرام فنحن مررنا بالشدة والآن نحن نعيش في ساعة الفرج وبعدها ستأتي ساعة الإكرام من الله تعالى فهذا شيء كان مقدر ورغم ذلك فالناس رغم إيمانهم بالقضاء والقدر يؤمنون بحسن التدبير وتدخلات كانت ناجحة لا يسعنا إلا أن نشيد إشادة قوية بكل الطياف المجتمع بالسلطة المحلية برجال الأمن برجال الصحة برجال الإعلام بالجمعيات المجتمع المدني بكل أبناء الوطن الكل جنود مجندين وإن شاء الله هذه المحنة ستزول لكن سوف تجمع اللحمة بيننا سنزداد نحن المغاربة شعورا بالانتماء للوطن الواحد وللحمة الواحدة وللدم الذي يجري في أجسادنا كله دم واحد كل قطر فيه لها معاني كثيرة ونحيي الدول الشقيقة التي قدمت العزاء والتي تبدي رغبتها في تقديم المساعدة دول كثيرة حبيبة وشقيقة تبدي رغبتها في تقديم المساعدة وأيضا مؤسسات الدولة ومؤسسات الخواص كل الكل سوف نساهم إن شاء الله كلنا على قدر ما نستطيع من أن ندعم ماديا ومعنويا للخروج من هذه الأزمة ودوما ونحن في طريق التدبير وطريق التسيير نستحضر بأن هذا من قدر الله هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفة الصحف أمر الله وربنا عز وجل يتنزه في ملكه وعلينا أيها الأحباب الكرام أن نحذر أن نحذر من نقل الإشاعات وترويع الناس للأسف هناك البعض يستغل مواقع التواصل الاجتماعي التي فيها حرية لنقل الأخبار فيتم نقل أخبار فيها إشاعات يعني أخبار كاذبة أو ينقل كلاما فيه ترويع الناس الناس في هذه الضرفية يحتاجون إلى من يطمن قلوبهم يحتاجون من يزرع في نفوسهم الأمل يحتاجون إلى من يبين لهم بأن هذه الشدة هي إلى زوال في القريب العاجل محتاجين إلى إلى من يزرع في قلوبهم الرحمة والطمأنين والسكينة وليس من يقنطهم من رحمة الله ليس في حاجة إلى من يخيفهم ويروعهم أبدا فهذه سياسة وأسلوب مرفوض في هذه الضرفية نحن علينا أن نكثر أيها الأحباب الكرام من الجهود التي نقدر عليها على حسب ما استطعنا إليه ودوما دوما نؤكد بأن هذا قدر ما أصب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختار فخور ماذا علينا أن نفعل الذي لا قدرته على الفعل لا قدرة له على المساهمة بالمال ولا مساعدة بالجهود فالكل قادر على الدعاء ندعو الله ندعو الله الدعاء خير كله وهو من أجل العبادات وربنا عز وجل يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ندعو الله تعالى كثيرا ندعوه بأن يفرش عنا وعن عباده المؤمنين نكتر من هذا الدعاء فاللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم نسألك اللهم يا رب في هذه الساعة المباركة يا عظيم السلطان ويا قديم الإحسان ويا دائم النعماء ويا كثير الخيرات ويا واسع العطاء ويا دافع البلاء ويا سمع الدعاء يا رب ألطف بنا أجمعين ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير ألطف بنا في تيسير كل أمر عسير ألطف بنا فيما جرت به المقادير ألطف بنا فيما جرت به المقادير يا مغير الحال والأحوال غير حالنا إلى أحسن حال أنت المقصود بكل حال اللهم يا رب إننا سلمنا إليك مقاليد أمورنا فاقبلنا وارحمنا واصرف عنا البلاء يا قادرا على كل شيء يا قادرا على كل شيء اللهم لا تكننا إلى غيرك ولا تطردنا عن بابك ولا تحرمنا من نعمائك ولا تواخدنا بشرور أنفسنا إنك على كل شيء قدير يا حنان يا منان يا عظيم الشان اللهم عجلنا بالفرج اللهم عجلنا بالفرج قولوا معنا جميعا أمين آمين أمين يا رب السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله